بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنبدأ الآن Chapter 6 وهو ده بداية Part 2 اللي هو An Introduction to Industrial Robots من المقرر بتاعنا اللي هو Computer Aided Manufacturer بنعرض الأول Learn Outcomes بتاعت هذا الشابتر فبنقول Understand the Meaning of Term Robotics دي تهمنا جدا نحن نعرف ماذا تعني Robotics وماذا تعني ربطيكس وماذا تعني ربطيكس بين ربطيكس لذلك نجد نمبر 2 لأن نعرف the meaning of the term ربط بعد كده identify the different generation of robot development and appreciate the difference between them بعد كده نجد ركognize some of the advantages and disadvantages of introducing robots to manufacturing applications آخر حاجة understand the various elements of the robot system تعالي نبدأ ونشوف الأول كلمة روبط من أين أتت كلمة روبط كلمة روبط كلمة تشيكية الأصل وتعني العامل وأول من استعملها 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 في مصرحية كاتب تشيكي كان بيمثل الإنسان فيها على شكل روبط بيؤدي بعض الوظائف ومن هنا أتت التسمية للروبط بعد كده عايزين نشوف لما جينا نعمل الروبط هنجد أن هناك تشابه كبير جدا ما بين design of روبط و سبحان الله التصميم بتاع الإنسان ولله المثل الأعلى سأنا بنقول أن المصممين بتاع الروبط حاولوا أن هما يعني الانسان يعملوا شبه للإنسان وهم بيصنعوا الروبط فلو جينا بصينا قدامنا هنا هنجد هذه الوحدات بتاعت الروبط هذه الروبط هذه الكنترولر فهو عمل الكنترولر زي بياخد الهيد بتاع الإنسان العقل المفكر بتاع الإنسان طبع عشان يشغل الروبط لابد أن يكون عندي الpower supply الpower supply هو برضو الإنسان هو الإنسان لو مش عنده الطاقة اللي تقدر تشغله عنده الأكل اللي مكفي وفي نظام الهضمي خلاص ما تستطيع أنك تمارس أي جوبس طالما أنت ما عندكش الطاقة اللي تقدر تؤهلك أنك تعمل ذلك بعدها الـ digestive system أو نظام الحضمي بتاع الإنسان اللي هو زي power supply آخر جزء وأهم جزء اللي هو المانيبيولاتور اللي هو ده اللي بنسمي الروبوت آرما أو المانيبيولاتور وده بيبقى هو الجزء اللي بيعمل اتصال مباشر مع الwork piece طب نيجي نقول إن في بعض الروبوت اللي أنا قلت ده أخر جزء لأن بعض الروبوت بيبقى فيها Vicle اللي هي العربة اللي هي بيتحرك زي ما احنا شايفين هو زي الجزء اللي تحت ده اللي هو Vicle وفي بعض الروبوت ما بيبقاش فيها Vicle ودي برضو كانت مشابهة إيه للجزء بتاعة الإنسان يبقى ده وجه التشابه اللي هو ما بين الإنسان وما بين الروبوت فبنيجي بعد كده بناخد الروبوت ARM هو الارم اللي أنا بقوله الجزء الارم ده هو الجزء اللي بيبقى عمل إيه اتصال مباشر مع الwork piece أو بمعنى آخر ده اللي هو الجزء الظاهر اللي بيبقى هو اللي بينفذ العمليات to implement any job إنما أنا عندي أجزاء أخرى طبعا موجودة زي controller زي terminal زي teach pendant إنما الجزء اللي بنقول بيشتغل مباشرة مع الwork piece هو الروبوت فنأتي بردو بقولك ما زلنا بردو في robot versus human إنها نلاقي إن الروبوت الروبوت arm تشبه دراع الإنسان فأدي عندنا shoulder أو الكتف أدي shoulder هو وبعدين عندي elbow اللي هو الكوع أدي elbow وبعدين عندي الرست آه وبعدين عندي fingers اللي هما موجودين اللي بيعملوا grasping للأشياء عايزين برضو نوضح نقطة إن grasping أو fingers دي بتعتبر جزء منفصل عشان بعد كده ما نيجي نشرح الكلام ده جزء منفصل تماما عن الروبوت وبتعتبر جهاز مستقل بذاته يعني الروبوت هو لحادة هذه النهاية we are taking motions motions from the robots بكده نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع نراكم إن شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر